بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بالصلاة على الحبيب نبينا محمد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم إنك حميد مجيد هنبدأ دلوقتي إن شاء الله في الدرس الأول في الوحدة الأولى والجزء الثاني الدرس عندنا بعنوان محاولات تصنيف العناصر معاكم مستر إحمد عبدالله هنتكلم دلوقتي إن شاء الله عن الجدول الدوري الحديث عايزك بس تنتبه معي لكذا حاجة في النقطة دي علشان نبدأ في الشرح إن شاء الله إحنا اتفقنا إن العمود العمود الرأسي ده بيسمى مجموعة والصف الأفقي ده بيسمى إيه دورة يبقى العمود بيسمى إيه مجموعة والصف يسمى دورة الجدول الدورة ده بيتقسم لأربع فئات عناصر الفئة S عناصر الفئة P اللي هما كل دول عناصر الفئة D اللي هما كل دول الأصفر دول عناصر الفئة F اللي هما الشوال تحت دول اللي هما الدورة دول يبقى بيتقسم ليه عناصر فئة S عناصر الفئة P عناصر الفئة D عناصر الفئة F. هنبدأ دلوقتي ان شاء الله في عناصر الفئة S. عناصر الفئة S تقع في يسار الجدول. بأول حاجة عرفناها ان دي عناصر الفئة S تقع في يسار الجدول. طب هي بتتكون من كم مجموعة? احنا قلنا ان العمود بيمثل مجموعة. لبقى دي مجموعة ودي مجموعة. يعني عناصر الفئة S تقع في يسار الجدول. تتكون من كم مجموعة 1 2 يبقى تتكون من مجموعتين يبقى عناصر الفائس تقع في يسار الجدول تتكون من مجموعتين الرقام مجموعتها تمايز بالحرف A في حاجة اسمها ترقيم الحديث وفي حاجة اسمها ترقيم التقليدي الترقيم التقليدي في المجموعة S يتمايز بالحرف A يعني 1 A 2 A 1 A 2 A يبقى كم مجموعة مجموعتين المجموعة 1 اسمها 1 A المجموعة 2 اسمها 2 A يبقى الترقيم الحديث عادي اللي هو 1 و 2 لكن الترقيم التقليدي هيكون مميز بحرف A اللي هو 1 A و 2 A يعني عناصر الفائس عرفنا عنها 3 حاجات ان هي تقع في يسار الجدول زي اللي قدامنا في الصورة كده تتكون من مجموعتين زي قدامنا في الصورة دي مجموعة و دي مجموعة الرقم مجموعتها تميز بالحرف A عناصر الفئة P عناصر الفئة P تقع في يمين الجدول اللي هي دي هي دي الفئة P دي عناصر الفئة P تقع فين في يمين الجدول لكن الفئة S كانت بتقع في يسار الجدول يبقى الفئة P تقع في يمين الجدول تتكون من كم مجموعة من 6 مجموعات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يبقى تقع فيها من الجدول تتكون من ست مجموعات الرقم مجموعتها تميز بالحرف ايه يبقى الترقيم التقليد التحب يتميز بالحرف ايه باستثناء المجموعة الصفرية اللي هي المجموعة تمنتاشر تتعندك الاناصر في ابي دي تبدأ من العمود الرقم ترتاشر يعني احنا لو عدين ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر يعني بتدأ من تلاتاشر لحد تمنتاشر ايه تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر قالك ان المجموعة تمنتاشر دي اسمها المجموعة الصفرية يبقى المجموعة الصفرية دي اللي هي المجموعة رقم كام? تمنتاشر. طيب دي بتحتوي على ايه? تحتوي على الغازات الخاملة. يبقى المجموعة الصفرية اللي هي المجموعة بتاع الغازات الخاملة اللي هي رقم تمنتاشر. طيب ايه اللي هي منها في الجدول ده? اللي هي منها البداية والنهاية. قال لك اللي قال لك ان عناصر تبدأ بالمجموعة تلتاشر اللي هي تلاتة ايه. يبقى تبدأ بالمجموعة تلاتة ايه اللي هي رقم تلتاشر. وتنتهي بالمجموعة الصفرية اللي هي رقم تمنتاشر. يبقى احنا دلوقتي عارفنا اربع حاجات. ان هي بتقع في يمين الجدول. تتكون من ست مجموعات. الرقم مجموعات هتماس بالحرف ايه? اللي هو ايه. باستثناء المجموعة الصفرية اللي هي رقم تمنتاشر. تبدأ بالمجموعة ايه? تبدأ بالمجموعة تلاتة ايه? وتنتهي بالمجموعة الصفرية. يبقى تبدأ بالمجموعة تلاتة ايه? اللي هي رقم تلاتاشر. وتنتهي بالمجموعة الصفرية اللي رقم تمنتاشر. ودي اهم نقطة اللي هي تبدأ باي? وتنتهي باي? يبقى تبدأ بالمجموعة تلاتة ايه. اللي هي الرقم تلاتاشر. وتنتهي بالمجموعة الصفرية اللي هي الرقم تمنتاشر. عناصر الفئة دي. عناصر الفئة دي اللي هي قدامك في الصورة دي. اللي هي باللون الاصفر. طيب عناصر الفئة دي بتقع فين? قدامك من الجدول كده? هتلاقيها بتقع في وسط الجدول. يبقى عناصر الفئة دي تقع في وسط الجدول. طيب من اللي كان بيقع على يمين الجدول الفئة بي? من اللي كان بيقع على يصار الجدول الفئة اس? يبقى عناصر الفئة دي تقع في وسط الجدول. تتكون من عشر مجموعات. تتكون من كم مجموعة? عشر مجموعات. الركام مجموعة تتميز بالحرف بي. باستثناء المجموعة التمنى اللي تتتكون من تلتة اعمدة رأسية تلتة اعمدة رأسية يبقى باستثناء المجموعة التمنى اللي تتتكون من ايه من تلتة اعمدة رأسية طيب ما تيجي نشوف كده قالك ان الترقيم التقليد بتاعها بيتماس بالحرف بي بيبدأ من تلتة بي اربعة بي خمسة بي ستة بي سبعة بي بعدين المجموعة التمنى اللي هي بتتكون من كم عمود العمود الرقم تمانية والعمود الرقم تسعة والعمود الرقم عشر وبعدين واحد بي اتنين بيه. انت مش مطالب بكل ده قد ما انت مطالب بيه يبدأ بيه وبينتهي بايه. بس تعال شرح لك حاجة. قال لك المجموعة التامنة تتكوى من تلاتة اعمودة رأسية. طيب ازاي? احنا قلنا دي تلاتة بيه. اهي. اربعة بيه اهي. خمسة بيه اهي. سبتة بيه اهي. ودي سبعة بيه. جينا على المجموعة تمانية بيه لانها بتحتوي على تلاتة اعمودة الرأسية اللي هو العمود ده. والعمود ده. والعمود ده. يبقى المجموعة التامنة بتحتوي على كم عمود رأسي تلاتة اللي هم رقم تمانية وتسعة وعشرة. يبقى ناصر الفئة دي. تقع فين في وسط الجدوة. تتكون من كم مجموعة من عشر مجموعات. الرقم مجموعة تتتميز بالحرف ايه بيه. بس اثناء المجموعة الرقم كام المجموعة التامنة. بتتكون من كم عمود من تلاتة اعمدة رأسية. طب عزيني شوف بتبدأ بايه بتنتهي بايه? قالك بتبدأ بالمجموعة التلاتة بي اللي هي رقم تلاتة وتنتهي بالمجموعة اتنين بي اللي هي رقم اتناشر. يبقى تبدأ من المجموعة ايه? تلاتة بي اللي هي رقم كام في الترقيم الحديث اللي هي رقم تلاتة. طب بتنتهي بالمجموعة ايه? بتنتهي بالمجموعة اتنين بي اللي هي رقم اتناشر. يبقى عناصر الفئة دي. تقع فين? في الجدول. تتكوين من كم مجموعة? من عشر مجموعات. الرقام مجموعة تتميز بالحرف بي. باستثناء المجموعة التمنى اللي تتكون من تلات اعمدة رأسية. ماشي. تبدأ بالمجموعة ايه? تبدأ بالمجموعة تلاتة طيب تلاتة به ده فالتراكم الحديث اللي هي رقم تلاتة. واتنين في التراكم الحديث اللي هي رقم اتناشر. على فكرة الجدول ده مش مطالب عندك. يعني انت؟ انا ده بوضح لك بالصورة. بس اولي لما حتى الكتب ولا يلا ما تلاقي في حاجة زي كده. ده للتوضيح. لكن انت متلوم انك بيبدأ باي? بينتهي باي? بيتكون من كم مجموعة بيقع فين? واركم المجموعة تتميز باي? احنا قلنا بيقع فين في وسط الجدول. كم مجموعة? بيتكون من عشر مجموعات. دي عناصر الفعدي. اركم مجموعة تتميز بالحرف اي? بي. باستثناء المجموعة رقم كامل المجموعة التاملة. تتكون من كام عمود من تلات اعمدة رأسية. تبدأ بمجموعة تلاتة بي. وتنتابل مجموعة اتنين بي. طيب تلاتة بي دي في الترقيم الحديث اللي هي رقم كام? تلاتة. طب اتنين بي في الترقيم الحديث اللي هي رقم كام اتناشر. هنتكلم دلوقتي عن عناصر الفئة اف. عناصر الفئة اف. تقع فين في اسفل الجدول ومنفصل عنها? دي عناصر الفئة اف. بتقع فين في اسفل الجدول ومنفصل عن الجدول. بص في فئة رأيهم ما بينهم. يبقى تقع فين في اسفل الجدول ومنفصل عنهم. يبقى عناصر الفئة اف تقع فين اسفل الجدول ومنفصل عنهم. تتكون من سلسلتين اسمهم ايه? اللنسة نيدات والاكتي نيدات اللنسة نيدات والاكتي نيدات هتقسم كده اللنسة تمام? ونيدات والاكتي ونيدات يبقى ايه? اللنسة نيدات والاكتي نيدات يبقى تتكون من سلسلتين هما ايه? اللنسة نيدات والاكتي نيدات فيه سؤال مهمة جدا بيقولك وضح موضع بعض عناصر المجموعة ايه في الجدول الدور الحديث أنا كنت أعزا أسألك سؤال الفئة المجموعة بتاعتها بتميز بحرف A كان عندك فئة S عناصر الفئة S وعناصر الفئة P كان المجموعة تميز بحرف A رقم الدورة بيساوي عدد مستويات الطاقة لازم تفهم كده أنت ما توزعت الزرة بتاعتك مثلا ميديك مثلا لو X 7 إزاي؟ سويني هفهمك لو ميديك مثلا هنا X سبعة تمام؟ نفترض أن ده عنصر أقول لك وزعه هتقول لي K اتنين ماشي وقل خمسة صح؟ عشان يبقوا كام؟ هيبقوا سبعة يبقى دول كم مستوى طاقة؟ هتقول لي دول اتنين مستوى إيه؟ طاقة دول اتنين مستوى يبقى طالما اتنين مستوى احنا قلنا رقم الدورة بيساوي عدد مستوى الطاقة يبقى ده تكون الدورة الايه؟ الثانية تمام؟ ماشي حلو جدا الحاجة كمان لازم تفهمها إن رقم المجموعة رقم المجموعة بيساوي عدد إلكترونيات مستوى الطاقة الأخير رقم المجموعة بيساوي ايه؟ عدد إلكترونيات مستوى الطاقة الأخير طب ازاي؟ تعال نشوف عدد اللي احنا تكلمنا عنه احنا قلنا عدد المستوى الطاقة الأخير في التوزيع ده كامة؟ تقول لي خمسة صح؟ يبقى دي المجموعة المجموعة ايه؟ خمسة ايه؟ طب ليه احنا قلنا ايه؟ لأن احنا قلنا فوق اهو قلنا فوق هنا ان هي المجموعة ايه عناصر المجموعة ايه؟ يعني احنا بنزود ايه؟ تمام؟ حلو جدا طب انا عازك بقى تفهم معي حاجة لازم تكون منتبه لها لو احنا افترلن ده عدد إلكترونيات مستوى الطاقة الأخير اللي هو من واحد لتمانية دول قلنا ان ده الترقيم هكتب لك اهو ترقيم تقليدي وديه ترقيم حديث حديث ماشي؟ هفركز معي بقى كده علشان الحيطة دي مهمة جدا وديه اهم ما يعتبر اهم جزئيه في الدرس انت عندك ده عدد إلكترونيات مستوى الطاقة الأخير واحد يبقى الترقيم التقليدي بتاعه يكون ايه؟ واحد ايه؟ تمام؟ الترقيم الحديث بتاعه هيكون واحد لو عندك عدد إلكترونيات مستوى الطاقة الأخير تلاه لك باثنين يبقى الترقيم التقليدي بتاعك هيكون كام؟ هيكون اثنين ايه؟ طب الترقيم الحديث هيكون اثنين طب عندك عدد مستوى الطاقة الأخير تلاه لك بتلاتة هتلاقي ان الترقيم التقليدي بنزود a اللي هو يكون a 3a لكن الترقيم الحديث يكون 13 ايه اللي حصل احنا لازم نتفق اتفاق ان انت من 3 ل7 من 3 الترقيم التقليدي بيكون ايه اللي هو 3a 4a 5a 6a 7a لكن من 3 السبع اي رقم من دروي يتلاعلك هتزود 10 يعني ايه لو تلقي لك 3 إلكترونات هيكون 13 4 إلكترونات هيكون 14 يكون يكون خمستاشر. ستي الكترينات. اللي ترخيم Metallica يكون سبعتاشر. طب الترخيم التقليدي عادي هنزود ايه بس طبعا عندنا لو طلالنا تمن الكترينات في مستوى الطاقة الاخير يحب اسمه المجموع الصفري توزيع بتاعك في الاخر التمن الكترينات ومستوى مكتمل بالالكترونيات يبقى المجموعة الايه الصفرية. طب المجموعة الصفرية ده هتركيم الحديث بتاع حكام تمنتاشر. وتعال دلوقتي هفاهمك في المسائل. هنتكلم دلوقتي عن الاسئلة بقى عندك بيقولك بيديك عنصر زي ده مسلا وتمانية. بيقولك هتل الموضع بتاعه. هنتكلم فوق هنا هو. وتمانية دي. يجي يقولك هتل الموضع بتاعه في الجدول الدوري الحديث. اول حاجة بنعملها بنروح نوزع الزرات بتاعتنا. فانت عندك وتمانية يكون الكي اتنين. هبقى لك كم التمانية هبقى است يبقى الست. طب لازم تكون عارف حاجة ان عدد مستويات الطاقة بيسوي رقم الدورة. ده احنا لسهلين. طب دول كم مستوى طاقة? دول اتنين مستوى طاقة. يبقى الرقم الدورة الكام هتكون الدورة التانية. طب عدد الكترونيات مستوى الطاقة الاخيرة بيسوي ايه? بيسوي الرقم المجموعة. طب انت عندك عدد الكترونيات مستوى الطاقة الاخير بكام? بستة. يبقى المجموعة تكون ايه? ايه يبقى عدد الكترونيات مستوى الطاقة الاخير بستة الكترونيات. يبقى عندك المجموعة قلنا على الرقم التقليدي هيكون هنزود ايه بس? هيبقى المجموعة ستة ايام. طب الرقم الحديث احنا اتفقنا. من ثلاثة لسبعة بنزود عشرة. يعني انت عندك ستة الالكترونيات هيكون المجموعة كام ستاشرة. طب تعال نتكلم على الان اي عشرة. يعني هنوزع الكي بتاحها باتنين. الال هيبقى لك كم من العشرة الالة بتمانية. طب كده عدد مستويات الطاقة كام? عدد مستويات الطاقة كام هنا? اتنين. يبقى اتنين مستوى طاقة. يبقى دي بيقعه في الدورة الكامر رقم الدورة هيكون الدورة التانية. طب عدد الكترونيات مستوى الطاقة الاخيرة تمن الكترونيات. ودي حاجة لازم تكون فاهمها. ان طالما مستوى الطاقة مكتمل بالالكترونيات يعني مفيش مكان في تاني. هلين فانيقول تسعة? لا هو هو اخر التماني. طالما اكتمل يكون دين مجموعة الصفرية. يبقى طالما مستوى الطاقة الاخيرة مكتمل بتمن الكترونيات او مكتمل عموما بتكون المجموعة الصفرية. طب احنا اتفقنا المجموعة الصفرية رقمها كام الرقم 18 يبقى المجموعة 18 يبقى احنا ليه قلنا ان هي المجموعة الصفرية لان عدد الكترونيات مستوى الطاقة الاخير 8 الكترونيات طيب المغانيسيوم 12 هنوزع عندك الكي باتنين ال 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 تمانية والام باتنين يبقى عدد مستويات الطاقة كام عندك ادوى 1 2 3 3 مستويات طاقة هيكون الدورة الثالثة طيب عدد الكترونيات مستوى الطاقة الاخيرة عندك كام الام في قلبه اثنين ده اخر اتنين الالكترونيات الالكترونيات دولي بقى المجموعة كام المجموعة اتنين ايه؟ انا ده الرقم التقليدي طيب الرقم المجموعة الحديث هيكون المجموعة اثنين لان احنا اتفقنا من ثلاثة لسبعة بس اللي بنزود عشرة لكن واحد واثنين بنحطهم زي ما هو سيكون المجموعة اثنين عندك الهيدورجيون تمام اول الهليوم اتنين الهليوم هنوزع ايكون الكيتنين. طب الكيتنين ده مش هو كده مكتمل فانا عز اكتراكز معي. هتقول لي هيكون ده مكتمل. طيب تمام هنشوف بعدين. طيب دول كمستوى طاقة. قلنا مستوى طاقة واحد. يبقى بيقع في الدورة الاولى. طب عدد الكترونية مستوى الطاقة الاخير هنا كان اتنين الكترون. طيب مش ده مكتمل ايوة مكتمل. احنا انتفقنا لما يكون مستوى الطاقة الاخير مكتمل. بيكون المجموعة الصفرية. يبقى تقول ازاي مش احنا قلنا لازم يكون مكتمل بتامن الكترونات. لا الهيليام الوحيد. اللي بيكتمل باتنين الكترون. فعلشان كده بنقوله اللي هو في المجموعة الصفرية اللي هي مجموعة رقم تمنتاشر. يبقى لازم تكون فاهم حاجة. انت بيكون مجموعة صفرية لما يكون مكتمل مستوى الطاقة الاخير بتاعه بتامن الكترونية. مع عدد الهيليام بيكون مكتمل باتنين الكترون. والاتنين بيقعوا في المجموعة الصفرية اللي هي المجموعة رقم تمنتاشر. احنا اتفقى ان السؤال هيجي وقولك واضح موضع بعض عناصر المجموعة ايه في الجدول الدوري الحديث. ويديك بعض العناصر ويقولك هاتلي موضوعهم في الجدول الدوري. تمام? احنا اتفقى ان المجموعة ايه دي هي طبع العناصر الفئة اس وعناصر الفئة بي. طب رقم الدورة بيساوي ايه? بيساوي عدد مستويات الطاقة. رقم المجموعة بيساوي عدد مستوى الطاقة الاخير. طيب فيه ملاحظة مهمة بيقولك العناصر الفئة في المجموعة الصفرية اللي هي المجموعة تمنتاشر. بتتميز بايه? قلنا اللي هي مستوى الطاقة الخارجي بيكتمل بتمن الكترونات. باستثناء مين? باستثناء الهيليوم اللي هو الاتشي اي. ليه? لانك قالك الهيليوم ده مستوى الطاقة بتاعه الاول والاخير بيكتمل باتنين اتنين الكترو. يبقى الهيليوم الوحيد اللي بيختلف كله بيكتمل بكام بتمن الكترونات? الهيليوم الوحيد اللي بيختلف لانه بيكتمل بكام باتنين الكترونات? عليل يقع عنصر الهيليوم الاتشي اي في المجموعة الصفرية اللي هي المجموعة تمنتاشر ولا يقع في المجموعة اتنين ايه? قالك ليه? باستثناء مستوى الطاقة الاول والاخير باتنين الكترونات. لانه مستوى الطاقة بتاعه الاول والاخير اكتمل باتنين الكترونات. كل عنصر يزيد عن العنصر الذي يسبقه في الدورة الواحدة بإلكترون واحد يعني كل عنصر يزيد عن العنصر الذي يسبقه في الدورة الواحدة بإلكترون واحد وقال لك أن كل عنصر يزيد عن العنصر الذي يسبقه في المجموعة الواحدة بثمن إلكترونات يبا كل عنصر هيزيد عن العنصر الذي يسبقه في المجموعة الواحدة بتامن الكترونات ما عدا الليسيوم يزيد عن الهيدروجين worthwhile باتنين الكترون ليه؟ قالك ان الليسيوم ده اللي تلاتة اللي ج에 стلاتة والهيدروجين H واحد دول الحالة الاسثنائية الواحدة�리 فيهم اللي مش بتزيد بتمانية يبا كل عنصر بيزيد في الدور الواحدة عن العنصر اللي قبله كام قالك بالكترون واحد وكل عنصر يزيد عن العنصر الذي يسبقه في المجموعة الواحدة بكام بتامن الكترونات مع عدد الليسيوم بيزيد عن الهيدروجين باثنين الكترون. طب في حاجة كمان حاجة اكتخذ بلك منها. احنا لو وزعنا ال H واحدة هنلاقي ان ال K بواحد. ال L I واحد. ال L I ثلاثة L I ثلاثة وزعناها هيبقى هيبقى K اثنين وال L فيها واحد. طب ال N احداشر هنلاقي ان ال K بتمانية وال ايم بواحد. اللي اكتشفناه العناصر المجموعة الواحدة كلها بتنتهي بنفس الالكترون يعني. دول كلهم في مجموعة واحدة هتلاولهم بينتهوا بواحد. طب في عناصر تانية تلاولوا كله بينتهي باتنين. بخدت بالك اللي دي بتنتهي بواحد. ودي بتنتهي بواحد ودي بتنتهي بواحد. طب ده بيساعد على ايم? قالك ده بقى في الخواص الكميائية بيأثر بشكل كبير انها تكون متشابهة. يبقى ده بيساعد على التشابه في الخواص الكميائية. وده اللي احنا نشوفه دلوقتي وهنشرح كل ده تاني. بس لازم اكون قتحت لك الجزئية دي. هنتكلم دلوقتي عن مقارنة ما بين عناصر الدورة الوفقية وعناصر المجموعة الرأسية. عناصر الدورة الوفقية قالك اللي هي عناصر غير متشابهة الخواص. ليه? قالك لانها بتختلف عدد الوكترونيات مستوى الطاقة الاخير وفي الخواص الكميائي. يبقى هي كده غير متشابهة الخواص. لكن عناصر المجموعة الرأسية زي ما احنا وضحنا دلوقتي ان هي عناصر متشابهة الخواص ليه? لانها بتتفق في عدد الوكترونيات مستوى الطاقة الاخير وفي الخواص الكميائي. زي ما قلنا من الهيدروجين والليسيوم والسوديوم كلهم بينتهي بواحد الوكترون. يبقى بيتفق في ايه? في عدد الوكترونيات مستوى الطاقة الاخير وفي الخواص الكميائي. عناصر الدورة الافقية تتفق في عدد مستويات الطاقة المشغولة بالالكترونيات. لكن عناصر المجموعة الرأسية بتختلف في عدد مستويات الطاقة المشغولة بالالكترونيات. يبقى الدورة الافقية بتتفق في ايه? في عدد مستويات الطاقة المشغولة بالالكترونيات. وبتختلف في عدد ولكن العناصر المجموعة الرأسية بتختلف في عدد مستويات الطاقة المشغولة بالالكترونيات. يبقى لازم تفهم حاجة ان الدورة الافقية بتتفق في عدد المستويات الطاقة لكن بتختلف في عدد الالكترونيات مستوى الطاقة الأخير لكن عناصر المجموعة الرأسية بتختلف في عدد مستويات الطاقة لكن بتتفق في عدد الالكترونيات مستوى الطاقة الأخير عازك تركز معاكين لو جيت قلت لك عناصر نقط تختلف في عدد الالكترونيات مستوى الطاقة الأخير وبتتفق في عدد مستويات الطاقة المشغولة بالالكترونيات هتقول لي دي عناصر الدور الأفقي لو قدتلك عناصر نقط تتفق في عدد الالكترنات مستوى الطاقة الاخير لكنها بتختلف في عدد مستويات الطاقة المشغولة بالالكترنات هتقول ان دي عناصر من مجموعة رأسية هركز في الجزئية دي وحاول تفرق ما بينهم انا فرقت لك ما بينهم دولات وقدت لك تفرق ازاي بس لازم تنتبه علشان ما تتلقبطش لو جات لك في الامتحان. قال لك العناصر الدار افقية تدرجوا الخواص بتاعتها من اللي صار لليمين. زي ما احنا بنشوف هي بتدق من الشمال كده انها ماشية لليمين. لكن عناصر المجموعة الرأسية بتتدرج منين من اعلى الى اسفل. راكم الدورة يدل على ايه? على عدد مستويات الطاقة. لكن راكم المجموعة يدل على عدد الالكترنات مستوى الطاقة الاخير. عندنا دلوقتي بعض اسفل يتعلل المهمة. قال لك تتشابه عناصر المجموعة الوحيدة في الخواص الكيميائي. علل ليه عناصر المجموعة الوحدة بتتشابه في الخواص الكيميائي. قال لك لانها تتفق في عدد الالكترنات مستوى الطاقة الاخير. يعني المستوى الطاقة الاخير في يوم بيتفقوا في عدد الالكترنات مستوى الطاقة الاخير. علل لما يأتي تختلف عناصر الدارة الوحيدة في الخواص الكيميائي. ليه عناصر الدارة الوحيدة بيختلف في الخواص الكيميائية? قال لك لانها تختلف بعدد الالكتروليات مستوى الطاقة الاخير. علل تشابه خواص الليسيام ال L i3 مع السوديوم ال N i11. قالك بسبب اتفاق زرر كل منهما في عدد الالكتروليات مستوى الطاقة الاخير. زرر كل منهما بيتفق في عدد الالكتروليات مستوى الطاقة الاخير بواحد الالكترولي. طيب ازاي? تعالى نوزح كده ال L i3 اما توزح يبقى K2 L1 والن احداشر هتلاقي K2 L8 و M1 تمام? يبقى L2 منتهيين مستوى الطاقة الاخير بتاعهم منتهي بواحد الالكترولي. يبقى بسبب اتفاق زرر كل منهما في عدد الالكتروليات مستوى الطاقة الاخير اللي هي واحد الالكترولي. علل يقع كل من الالمونيوم والسيقل سبعتاشر L-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-L لو وزعنا الالمونيوم الالي لتلاتاشر هنلاقي ان الكي باتنين الالي بتمانية والام بتلاتة دول تلاتة مستويات طاقة. لو وزعنا السي ال لسبعتاشر هلاقي الكي باتنين الالي بتمانية الام بسبعة دول تلاتة مستويات طاقة يبقى دول تلاتة ودول تلاتة يبقى الاتنين متفقين في عدد مستويات الطاقة المشغلة بالالكترونات يبقى الاتنين بيعوه فين في نفس الدور. اما يجي يقول لك علل تشبه الخواص ما بين عنصر وعنصر اعرف ان هما متفقين في عدد مستوى الطاقة الاخير. لو قال لك الاتنين بيعوا في نفس الدورة اعرف اللي الاتنين عدد مستويات الطاقة المشبهر بالاخ converted متساوي. في معلومتين نساءلينهم ان كل عنصر بزيد عن العنصر الذي يسبقه في نفس الدورة بمقدار واحد صحيح. نساءلين الجزءه دي. وقلنا وقلنا ان كل عنصر بيزيد عن العنصر الذي يسبقه في نفس المجموعة بمقدار تمانية. يعني اي عنصر بيزيد عن اللي قبله في نفس المجموعة بتمن الكترونات. معادة ايه وايه? معادة الليسيوم يزيد عن الهيدروجين بمقدار اتنين الكترون. ازاي? بتعندك الاتش واحد اهو. تمام? والل اي تلاتة. تمام دي? ال اي اكبر من اتش واحد اكبر من اتش واحد بكم الكترون? باتنين الكترون. ودي حالة استثنائية في الجزئية دي. هم الدول بس اللي اللي بيختلف فيهم في نفس المجموعة بس بيزيد بتنين الكترون. اي حاجة تانية كل عنصر هيزيد عن اللي قبله بكام بمقدار تمن الكتروني. معادة ايه? معادة الليسيوم يزيد عن الهيدروجين بمقدار اتنين الكتروني. بيقول لك الشكل اللي قدامك ده. بيقول لك ادرس الشكل المقابل الذي يوضح التوزيع الالكتروني للعنصر في الجدول الدور الحديث. ده عنصر اسمه سين. تمام? بيقول لك ادرسه واستنتج العدد الزري. عايز العدد الزري للعنصر صوت. العنصر صوت ده ماله ياليه في نفس الدورة. يعني العنصر صوت بيالي العنصر سين في نفس الدورة. حلو جدا. تما تيجي نجيب العدد الزري للعنصر سين. عندك العدد الزري للعنصر سين. قد عندك بيكون الكترون في اول مستوى. واربع الكترون في تاني مستوى. يبقى العدد الزر للعنصر سين هيساوي اتنين زائد اربعة هيساوي كام? ستة اللي هو ستة الكترونات. طب هو الوقت يقول لك ايه? هتلي العدد الزر للعنصر صاد الذي يليه في نفس الدورة. يبقى العنصر الذي يليه في نفس الدورة هنتكلم عليه عزين العدد الزر للعنصر ده. يبقى العدد الزر للعنصر صاد هيساوي. مش احنا قلنا ان العنصر صاد بيال العنصر في نفس الدورة اه? يعني هيزيد. يعني كل عنصر. كل عنصر يزيد عن العنصر الذي يسبقه في نفس الدورة المجدر واحد صحيح. والعنصر صاد بياله العنصر سين زي ما احنا قلنا. يبقى العدد الزر للعنصر صد هيساوي كام? هيساوي ستة زائد واحد. ليه? لانه بياليه في نفس الدور يبقى ستة زائد واحد هيتلع لك بسبعة. طيب بالنسبة للعنصر الذي ياليه في نفس المجموعة. عايزين نشوف العنصر اللي بياليه نفس المجموعة. احنا لسه قلنا لو بياليف نفس المجموعة يبقى يزيد ايه بمجدار ثمن الكترونية. تب تمام يبقى العدد الزرع للعنصر عينة الذي ياليف نفس المجموعة يبقى العدد الزرع للعنصر عينة يساوي كام? يساوي ستة زائد تمانية يساوي اربحتاشر. وكده بفضل الله نكون خلصنا الحصة دي وخلصنا الدرس ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.